تمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جهود المغرف في استضافتها لاجتماعات اللجنة المشتركة 6 دائد 6 المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن المأمولة في هذا السياق هو تشجيع الأطراف الليبية بعد التوافقات التي أعلن عنها بهدف تدليل العقبات التي قد تحول دون توقيع نهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر